قلنا سواء أبونا آدم وأبونا حول خطاماً لبرنامج أنشطة اليوم العالمي لحرية الصحفة دورة هذا العام فقد نظم تجمع الصحفيين مأدوبة عشاء لجميع المشاركين الإعلاميين ومسؤولي المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لتناول مأدوبة العشاء والمرطوات الخاصة بهذا البرنامج الثقافي الذي شهد الكثير من الأنشطة الثقافية من المحاضرات والندوات ومؤتمرات نخاش هذا وقد أبر نائب رئيس اللجنة تنظيمية لهذا البرنامج أبو أندري بهذه التظاهرة الثقافية التي أنجزت الكثير من الأنشطة الثقافية التي تعبر عن حرية تعبير الصحفة ومقتضيات الثقافة الاجتماعية مقدماً شكره لحكومة البلاد والشرقاء الممولين والمانحين على إنجاح هذا الحدث التاريخي بدوره وزير الإعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة عزيز محمد صالح هنأ الجميع وتمنى لهم المزيد من التقدم لتطوير حرية الصحفة وتنفيذ المطالب التي تقدم من استهقاقات الصحفي من التدريبات والتأهيل في كثير من المجالات الفنية والمهنية عبر إجراءات قانون العمل وأن الوزارة تسعى لتحسين الحالات الصعبة لحرية الصحفة التي تواجه الصحفيين ترجمة نانسي قنقر